مبارح قوات الاحتلال بدأت عملية برية شمال خان يونس في جنوب قطاع غزة وبيبرر هذه الأعمال الوحشية بأن القيادة المركزية لحركة حماس موجودة في جنوب القطاع ده طبعا بناء على معلومات استخباراتية فشل كالمعتاد زي كل العمليات والجرائم اللي ارتكبتها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة صحيح خانيان روح نعرف تفاصيل أكتر عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد عودة القصف الإسرائيلي والمطالب ووقف الإبادة الجمعية اللي بيرتكبها الاحتلال في فلسطين مرحبوا دفنا نوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور جميل عادي الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني صباح الخير يا حديك يا دكتور نوارنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير لكم المستمعين صباح الخير أهلا بحضرتك يعني وحنا نتكلم على بدء الجيش الإسرائيلي للعملية البرية مرة أخرى في جنوب قطاع غزة وشايفين بيحصل في خانيونس تحديدا يعني كان في بداية هذه العملية أو بداية هذه الحرب على قطاع غزة كان في حديث عن أكثر من مرحلة للحرب على قطاع غزة هل دي تعتبر هي بداية المرحلة الثانية اللي حسب حديث يو أف جالنت أنها قد تستمر الأشهر؟ يعني في الحقيقة خليني أبدأ بالسؤال يعني التهديئة وثم الإجابة عن الدخول البري للجنوب في الحقيقة التهديئة جاءت بعد 47 يوم من الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهداف المدنيين بشكل مباشر والبنية التحتية طبعا نجحت الدبلوماسية المصرية في مع التعاون مع قطر والتشاور مع أمريكا بتهديئة لم تستمر وكان ما كان لها وما عليها يعني التهديئة لم تلبي إدخال المساعدات بشكل كامل لم تنهي وقف إطلاق النار وأظهرت الصورة المتعلقة لحركات المقاومة الفلسطينية بعملية التبادل السري وهنا جنة جنون إسرائيل لذلك بدأت بالإعلان عن دخول إنهاء التهديئة واستدعاء مسؤول المساد الإسرائيلي ديفيد في قطر ليلة الخميس لإنهاء التهديئة يوم الجمعة صباحا والبدء في عملية برية وهنا سؤالك في جنوب غزة وتحديدا خان يونس لماذا خان يونس؟ لأن إسرائيل تعتقد أن قيادات حماس موجودة في خان يونس المشهد الراقي والورقة التي تلعب فيها ما زالت صامدة لحركات المقاومة الفلسطينية وعملية التبادل جنة جنونها إسرائيل كيف ولماذا؟ والطائرات في السماء ليلة نهار ترصد غزة بشكل كامل ولم تقدر أن تعتقد في اليوم الثاني اللي هدنا تم التسليم من قل بقطاع غزة نعم نعم ومن الشمال صحيح؟ من الشمال اللي هو تقريبا سبعين في المية من الشمال تم قصفه وتدميره وأنهم يدعون أنهم حققوا أهداف إسرائيل تمعن في قتل الفلسطينيين إسرائيل تريد الدخول برا إلى خان يونس لتعتقد وتغطي على جرائمها بأنه في قيادات في حماس موجودة في خان يونس وتريد تدمير الأنفاق هناك وتريد أن تحرر الرهايم كما تعتقد هي لكن في الحقيقة هي في هناك هدف غير معلن وهو أن إسرائيل تريد أن تسيطر أكثر على غزة على مساحة غزة وتريد أن تفرض غلاف آمن بمساحات على حساب الأرض الفلسطينية التي غزة يعني 360 كم مربع يسكنها 2.5 مليون تقريبا فبالتالي عايزة تقلص كمان المساحة لتصبح 120 كم وتقسم غزة إلى ثلاث كانتونات شمال ووسط وجنوب وطلبت من الأهالي في خان يونس الخروج إلى مربعات وبلوكات حددتها إسرائيل لهم لكن عندنا مؤشر خطير جدا يجب أن نتكلم عنه وهو وجود قوات الاحتلال في الجنوب بريا معنى أن هم جابوا قطاع غزة شمالا وجنوبا حتى وصلوا إلى الجنوب لا هي عمليات محدودة هي عمليات محدودة ماذا يدخلون ماذا يصبح وجود عناصر من قوات الاحتلال على الأرض في الجنوب وجود هو وجود بشكل هم يسيطروا من السماء ومن البحر ومن البر فبالتالي عفوا فبالتالي إسرائيل لا تستطيع الدخول بشكل كامل إلى غزة هي تحدد أهداف لها والدخول من ثغرات معينة لتقطيع أجزاء غزة وعدم تواصلها والسيطرة الأمنية على المحاور الرئيسية في غزة أما بشكل كامل لا تستطيع الدخول بشكل واسع إلى كل غزة برا لكن هي تريد فتح ثغرات وإضعاف المقاومة وعدم تواصلها مع بعض من أجل الضغط على حركات المقاومة لإنهاء الأسرى الموجودين لديها وتقول للعالم أنها حققت أهدافها بإنهاء حركة حماس وإنهاء حركة الجهاد الإسلامي أو المقاومة الفلسطينية الموجودة في غزة وبالتالي إسرائيل تمعن في قتل الفلسطين وصلنا الآن تقريباً في الحرب في 53 يوم و 54 يوم وصلنا مقارباً للشهرين وصلنا إلى 16 ألف شهيد فبالتالي هي تريد قتل الفلسطينيين وتخويفهم ثم تشريدهم ونزوحهم وهنا خلق أزمة حقيقية لدول الطوق وبالتحديد مصر والأردن لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وإلى الأردن وحلمها ببناء الدولة الكبرى وإسرائيل بالتأكيد كما أنتم عارفين هي دولة توسعية فهي تريد السيطرة على كل غزة لكن الآن في الوقت الحالي الحرب مستمرة وبشكل أعنف وتقصف المدنيين العزل بدون إنظار وهناك إبادة جماعية للشعب الفلسطيني وكارثة حقيقية بكل ما تعنيه من كلمة دكتور جمال الحقيقة يمكن تبعنا أيضا أمس مجزرة بشعة الحقيقة واحدة من أبشع المجازر التي تم ارتكابها خلال هذه الحرب وذي حاجة غريبة إنه في حرب واحدة يبقى فيه أكتر من مجزرة وأكتر من جريمة حرب في نفس الحرب يعني لم تكمل شهرين وهي قصف حي الشجعية أو حي الشجعية أه حي الشجعية قصف خمسين منزل عدد شهداء كبير جدا مع إن كان البعض يتحدث عن إن إسرائيل برتبت أوراقها خلال هذه الهدنة أو إنها قد تتبنى استراتيجية أخرى للتعامل حتى يعني تتجنب فكرة الرفض والاستهجان العالمي تجاه ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة إزاي مع هذا الرفض اللي بتقابله إسرائيل إزاي بنشوف هذه المشاهد مزالت مستمرة يعني إحنا في الحقيقة إسرائيل بشكل لحظة يعني في كل لحظة يعني ممكن إحنا عادينا دلوقتي متكلم إسرائيل ترتكب مجزرة فبالتالي إسرائيل ترتكب المجزر بشكل وقتي وكما أنت يعني هي بتحضر المبررات قبل حتى ما تقوم بهذه المجزرة يعني المبررات موجودة هناك ضغوط دولية كما تفضلت من سؤالك هناك ضغوط دولية لحياد المدنيين وإبعاد المدنيين بشكل أكبر وإسرائيل هنا لا تفرق القنبلة الإسرائيلية لا تفرق بين مدني ومقاوم وإسرائيل في الحقيقة أخفقت في الموضوع يعني إنهاء المقاومة وأمريكا نفسها أعطت إسرائيل مهلة لإنهاء حربها لأنه هناك ضغوطات شعبية وتحركات شعبية حول العالم على حكوماتها من أجل وقف العدوان الغير مسبوق على قطاع غزة فبالتالي هناك إبادة جمعية في الشجاعية في كل في خان يونس يعني وجدنا علماء يقتلون أطفال وأطباء وأطباء دفاع مدني لا يستثن أحد لا يستثن أي شيء في غزة فبالتالي هناك إبادة جمعية وكارثة حقيقية وعلى المجتمع الدولي التحرك بشكل فعال لوقف جرائم الحرب الموجودة إسرائيل فوق القانون الدولي تتصرف وكأنها دولة فوق القانون لا تحترم الحقوق الإنسان هنا الوضع في غزة كارثي الوضع في غزة لا وصل للمشين يعني لا يمكن أن يكون هناك حياء الوضع الصحي استخدام الحمام ممكن 400 شخص استخدموا حمام واحد تخيلي الكارثة البيئية تخيلي لا يوجد بترول لا يوجد كهرباء انقطاع الكهرباء لمدة ساعة قد يوجد مياه يعني مياه يطلعوها من البحر الأبيض المتوفر ويشربوها مالحة فيعطشوا أكثر فبالتالي لا يوجد مقومات الحياة الأدمية الأولية للإنسان الفلسطيني وهذا ضغط على الفلسطينيين نعم الفلسطينيين يكون هناك أمل وإعطاء أمل لما يروه ويشاهدوه من احتجاجات حول العالم والضغط على حكوماتهم لكن نأمل في التسريع بالضغط على إسرائيل من أجل وقف اطلاق النار والبدء في مشاريع طيب دكتور جميل حتى اللحظة ما زالت إسرائيل تفكر في إنشاء منطقة عزلة لكن مع تسليح المقاومة وما نرى من رشقات صاروخية من مسيارات وأعتقد أن تسليح المقاومة مختلف هذه المرة هي فقط تفكر في أنها تمنع الهجوم البري دلو قدرت أنها تعمل كده لكن إزاي تفكر حتى اللحظة مع ما رأتهم من المقاومة خلال الفترة الماضية يعني في الحقيقة المقاومة لا زالت تطلق الصواريخ على تل أبيب فهي لغاية اللحظة تمتلك هي المقاومة ولا يوجد معلومات كافية عن مخزون المقاومة من الاحتلال من آسف من وسائل القتالية لديها لكن لا زالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تقاوم الاحتلال وتقوم بضرب رشقات صاروخية على تل أبيب والمدن في غلاف غزة وتقول هذا من هذه السواريخ لأن تم استهداف المدنيين وعدم تجنب قتل المدنيين والمقاومة لديها خطط ووسائل دفاعية أبهرت الجميع حتى إسرائيل نفسها حتى المساد الإسرائيلي حتى الجنرالات إسرائيل تكلموا في هذا الحديث أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس تحديدا لا زالت تسيطر على المشهد في قطاع غزة وأن ما يتم من حديث أنهم تم تدمير الأنفاق وتم تدمير 70% من قوة المقاومة الفلسطينية هذا حديث كله للإعلام الإسرائيلي وليكون هناك نقاط لبنيمين نتنياهو من أجل الانتخابات بعد أن تضع الحرب أوزارها لأن بعد أن تضع الحرب أوزارها هناك انتخابات إسرائيلية بعد ثلاث شهور فورا خلال 90 يوم لازم يكون هناك انتخابات إسرائيلية ونتنياهو بدأت أسهمه في النزول أمام الرأي العام الإسرائيلي لأن نتنياهو أصبح إنسان غير مؤتمن على شعب إسرائيل لأنه لم يحميهم باعتقادهم وأنه أصبح فاسد وأنه كان يوجد لديه معلومات أمنية ووثائق أن هذا الهجوم لحركة حماس في 7 أكتوبر وأن هناك تواطئ ويدعونا أن نتنياهو متواطئ بهذا الأمر دكتور جميل لأي مدى ممكن أن يتحمل الداخل الإسرائيلي هذا الوضع لأنه تعتبر أطول حرب خدتها قوات الاحتلال يعني هو غير معتاد على الحرب طويلة الأمد لأي مدى الداخل الإسرائيلي يستطيع أن يصمد في مثل هذه دروف لأي مدى أيضا ممكن أن يتحمل الدعمون لقوات الاحتلال ما تقوم به يعني نحن شايفين تصعيد في قطاع غزة تصعيد أيضا في الشمال على جبهة جنوب لبنان واستفزازات لإيران فيه أكتر من عامل أو أكتر من موقف أو نقطة الحقيقة العالم كله دلوقتي بقى يعني خلاص في وضع أنه غير محتمل لما يحدث يعني إسرائيل هي لا تريد استمرار الحرب والشعب الإسرائيلي داخليا هو استنزف لكن حكومة الطوارئ التي شكلت بعد السابع من أكتوبر هي تريد كما تقول وتدعي أنها تريد إنهاء حركة حماس وبالتالي إسرائيل اتفقت على شيء واحد هو إنهاء الحرب بشكل إنهاء حركة حماس أيها بس هل هذا أصلا هدف يعني ممكن يحقق؟ لا يعني لا يمكن إنهاء حركة حماس حماس لديها مناصرين حول العالم لديها مكتب سياسي وهي فكرة وديولوجية فهي وحركة مقاومة فهي إسرائيل يعني واهمة في هذا الأمر وتمعن بشكل مباشر لكن الشعب الإسرائيلي خسر اقتصاديا إسرائيل تخسر كل يوم الطائرات التي تحلق في سماء السواريخ والقنابلة التي تكلف إسرائيل الشكل الإسرائيلي لأمام العملات يعني في النازل الوضع الاقتصادي في داخل إسرائيل هناك مزارع ومحاصيل زراعية سواء في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي توقفت بشكل كامل القطاع البنائي هناك قروب من الجماهير الإسرائيلية ماخذ قروب من البنوك من أجل بناء بيوت ومشاريع فبالتالي كلها يدفعوا من القروب فبالتالي الوضع الاقتصادي في إسرائيل قطاع الاقتصادي هذا من أهم القطاع نعم فهناك ضغط من الشعب الإسرائيلي على حكومة الطوارئ بإنهاء الحرب وخاصة أهالي المحتجزين أنه يطالبوا دائما أنهم باستمرار موجودين أمام بيت بن يمين نتنياهور رئيس وزراء إسرائيل للمطالبة بوقف العدوان والدخول بتفاوض من أجل لماذا لم تكتمل هدنة بناء على كلام حضرتك في ضغط أهالي المحتجزين بعدما جزء منهم شاف أبنائهم خلاص خرجوا فطبعا باقي أسر المحتجزين في انتظار أولادهم بكل تأكيد لماذا لم يمارسوا ضغط القول حلو السؤال إسرائيل حينما افتكرت أنه في التهدئة والهدنة مع حماس وبدأ التفاوض ونجحت الدبلوماسية هنا المصرية والقاطرية بالتشاور مع أمريكا في التفاوض على موضوع الهدنة أسرائيل كانت تعتقد أن حماس تم إنهاه وأن حماس ستخرج جميع الأسرة لكن حماس من البداية كانت تعلن أن لديها محتجزين مدنيين هي تريد أن تطلق صرحهم تطلق صرحهم وبالتالي بدون هذه التهدئة التهدئة كانت بسبب الحاح العالم على إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة لكن حصلت موضوع التبادل حماس تمتلك جنرالات وتمتلك عساكر رتب عسكرية رفية رتب عسكرية مسؤولة لدى حماس في حوزة حماس فبالتالي المساد ومسؤول المساد حينما علم أن حماس رفضت خروج هذه الجنرالات من حوزتها بتبيض السجون الإسرائيلية يعني لا يوجد أي سجين أو سجينة أو طفل أو قاصر في السجون الإسرائيلية هنا إسرائيل استدعت السفير ومكتب نتنياو تحديدا وبدع العدوان التهدئة كانت لإلحاح عالمي لكن إسرائيل تمعن وإسرائيل اخترقت إسرائيل دخلت الضفة الغربية هي كانت تعمل تهدئة في غزة وكانت تمعن في قتل الفلسطينيين في جنين ونابلس والخليل فإسرائيل لا تعرف التهدئة والتسوية إسرائيل مراوغة إسرائيل تحاول التعتيم على المشهد وقتل أكثر من الفلسطينيين وفرض الأمر الواقع وهنا إسرائيل هي التي تخسر هي إسرائيل في النهاية ستعود إلى التهدئة والتفاوم هذا كان سؤالي التالي لحضرتك هل يمكن أن نشهد هدنا قريبا؟ وخاصة حضرتك ذكرت خلال حديثك أنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية أعطت مهلة لإسرائيل أو أعطتها وقت محدد يعني في الحقيقة هناك انشغال صحيحة القضية الفلسطينية على سلم أولويات الحكومات العربية والدولية في الوقت الحالي لكن هناك انشغالات دولية في ملفاتها الداخلية والعالمية يعني مصر ما نشهده من الانتخابات موجودة فبالتالي والتفاوض في موضوع السد في أثيوبيا فقطر أيضا والمناخ والأمور هاي في هناك جهود إذا المتحدة الأمريكية لديها ضغوط داخلية بسبب هذا الأمر؟ نعم هناك جهود لكن قلت لوقف إطلاق النار وأشروع بتهدئة ثانية لكن إسرائيل استغلت هذه الثغرات وتمعن من أرض فرض واقع جديد على قطاع غزة ووضع غلاف آمن كما تفضل الأستاذ بأراضي تسيطر عليها إسرائيل وتصبح هي مناطق آمنة بالنسبة لإسرائيل وهذا قد يفشل كما فشلت من قبلها إسرائيل في أكثر من رواية حينما قالت في بداية حربها بعد السابع من أكتوبر أنها تريد أن تنهي حماس وأنها تريد أن تحيد المدنيين الفلسطينيين وهي كاذبة هي تقتل الفلسطينيين ولم تحقق أهدافها المعلنة صحيح طيب نتنياهو في اجتماعه مع حزب الليكود بيقول لا وقت للمعارضة كلنا نعمل ككيان واحد اليمين واليسار لا خلاف بينهم خلال هذه المرحلة ولا وقت للسياسة ده كان كلامه آخر تصريحاته هل حدك شايف فعلا أن داخل الإسرائيلي كله على وفاقه على كلمة واحدة؟ لا إسرائيل ليس على وفاقه هم اجتمعوا على الدم الفلسطيني هم اتفقوا على الدم الفلسطيني لكن هم في خلاف في خلاف حقيقي طيب إيه أوجه الخلاف؟ أوجه الخلاف يعني حاجات كتيرة أولا إسرائيل خليط من يعني كيان شكل جاءوا من مذابل التاريخ إلى أرض فلسطين لتشكيل الفكرة الصهيونية فهم خليط هناك يهود أنقياء هم بعيدين عن السياسة وهم لا يريدوا هذا القتل وهذا العنف وفي هناك متطرفين جاءوا ليحققوا الفكرة بأوسع أشكالها والخلاف في الأحزاب الموجودة حول آلية التعامل مع الفلسطينيين هل هناك يوجد تسوية مع الفلسطينيين أو حل دائم مع الفلسطينيين إسرائيل لا تعتقد وشعبها والرأي العام في إسرائيل لا يعتقد أنه يعني هناك سيكون سلام دائم إسرائيل تسعى دائما للتوسع وإسرائيل في فكرها يعني في الحقيقة هناك مثل إسرائيلي معروف بقول لك يعني لا تؤمن للعربي مش للفلسطيني للعربي حتى لو مات بعد 40 سنة دي مقولة إسرائيلية يعني لو مات بعد 40 سنة لا يمكن أن يأمنون لأنهم ممكن يصحى هم كده في اعتقادهم وفي التوراة فهو إسرائيل يعني لا 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 هناك مفاوضات من 91 لم تحقق شيئاً إسرائيل كل يوم تقوم بالقتل والعدوان على فلسطين وهي تريد توسيع يعني رقعتها الأمنية بتحكم طبعاً قبضتها على مش بس أراضي غزة لكن أراضي غزة والضفة وإيضاً ما يحدث فيها القدس الشرقية بكل تأكيد حدثنا مستبرراً مع حضرتك دكتور جميل عادي الكاتب والبحث السياسي في الشأن الفلسطيني لكن نروح لفاصل سريع نرجع نكمل مع حضرتك نرحب بحضرتكم مرة تانية ومازال حدثنا مستمر مع دكتور جميل الجميل عادي الكاتب والبحث السياسي في الشأن الفلسطيني دكتور جميل نرحب بحضرتك مرة تانية ينكر حضرتك خلال حديثك ذكرت فكرة التركيبة وتركيبة المواطنين الإسرائيليين يعني بالفعل خلينا نقول في عدة طواقف موجودة في داخل الإسرائيل ومختلفين اختلاف كبير جدا مع بعضهم البعض لو نتكلم تحديداً على مستوطنين ولا في غزة ولا في غزة يعتبر وسل تغذاء إسرائيل وهؤلاء المستوطنين أصلاً بيرفضوا العودة مرة أخرى لهذه المستوطنات وعلى الجانب الآخر المستوطنين أكثرهم من شرق أوروبا يعني من فقراء الشعب الإسرائيلي يعني المقاطين الإسرائيليين فبالتالي خرجوا لتل أبيب اللي بيقتنها أغنياء أو أثرياء أو عائلة القوم في إسرائيل فبالتالي فيه كمان يعني رفضوا خلينا نقول ما فيش دمج منهم بعض مشاهد يعني بيرفضوا أهل أو القاتلين تل أبيب رفضين هذه هؤلاء المستوطنين سؤال حضرتك يعني ده لأي مدى بيمثل ضغط على الداخل الإسرائيلي أيضا يعني ده بخلاف بقى كمان أهل الأسرة صحيح أنت تفضلت في صلب الموضوع إسرائيل هشة إسرائيل يعني هي تريد الهجرة من دول أوروبا وأمريكا ودول أفريقيا إلى إسرائيل وهي تستهدف مستبعفين كما تفضلت لإدخالهم وتوسيع رقعتهم عن طريق وضع مستوطنات وكون يعني كنباوند أو كنتون حتى لو من الزينكو يعني أمور تثبت بها هذه الأرض فبالتالي الموجودين كانوا في غلاف غزة هم من الضعفاء من الذين ليس لهم رأي وأصبح هناك مشكلة أنه معظم المستوطنات تم إخلاوها وذهابها إلى تل أبيب وإلات فأصبح هناك ضغط بدأوا يرون التمييز الموجود ما بينهم وهناك خلافات أساسية في المجتمع الإسرائيلي ومناقشات دائمة وبشكل أوسع وهناك أيضا الشق العربي هناك عرب إسرائيل موجودين داخل إسرائيل سواء من الثمانية واربعين أو السبعة وستين وهناك اضطهاد لهم أيضاً فإسرائيل يعني هي تكونت على فكرة العرق النقي فهي ترى الصحيونية غير اليهودية هم يعتبرون أنهم يعني هم اليهود البيور يعني الخالصين لهم الأفضلية هم الأفضلية في كل حاجة حتى هم اللي بيمسكوا المناصب في داخل الدولة الإسرائيلية أما هؤلاء فهم يذهبون إلى غلاف غزة والطبقة العاملة والتي تخدم مصالح إسرائيل طيب دكتور إلى أي مدى الخلاف ما بين نتنياهو ووزير دفاعهم من الممكن أن يؤثر على المعركة وده واضح يمكن معريف الإسرائيلية تكلمت عنه صحيفة معريف لكن الخلاف واضح من خلال آخر مؤتمر صحفي لما رفضوا هما الاثنين يخرجوا في مؤتمر صحفي وكل واحد عقد مؤتمر صحفي بمفرد يعني هو هناك خلاف من البداية وأنه نتنياهو لا يمتلك سوى يعني التصريح السياسي من يدير إسرائيل الآن هو الجيش الإسرائيلي ووزير دفاعه فبالتالي الخلاف واضح إسرائيل لأنها دولة هشة وهي ليس دولة بمعنى الكلمة أو دولة عميقة هي أعطت الإعاز لنتنياهو بتشكيل حكومة الطوارئ بس نتنياهو لا يمتلك سوى التوقيع سوى التصريح بالآن معظم الأوراق انتقلت إلى الجيش الإسرائيلي هو من يسيطر هو من ينفذ هو ما يريد أن يعمل في الوقت الحالي ونتنياهو يعني أخفق في موضوع حماية إسرائيل فبالتالي الجيش لم يعطيه الثقة لكن هم لا يريدون كسر أبنائهم بشكل كامل يعني هم لا يريدون كسر نتنياهو وإنهاءه وفعد انتهاء الحرب وتضع الحرب على وزارها سنحاكم نتنياهو سنعمل الانتخابات سنبدأ لكن الآن هم متفقين لكن الخلاف موجود حتى مع الأحزاب الأخرى داخل إسرائيل بن جينتس أيضا على خلاف مع نتنياهو مع الجيش الإسرائيلي في طريقة التعامل والتبادل مع حركة المقاومة وأنه لا يوجد تواصل مع القيادة السياسية في الضفة الغربية فبالتالي هناك اختلافات واضحة في الجانب الإسرائيلي وهذا جانب يعني يؤدي إلى الضغط على إنهاء أن يكون هناك عقلاء في العالم لإنهاء وقف اطلاق النار وأشروع في تسوية سياسية لكن هذا يتحدد على الناخب الإسرائيلي الناخب الإسرائيلي إذا أفرز قيادات متشددة لا يوجد تسوية حقيقية في المستقبل يعتمد على أكثر من عامل إسرائيل هي في الحقيقة دولة يعني مدعومة من أمريكا ومدعومة من الدول الأوروبية وهي تخضع أيضا للمزاجية العالمية فبالتالي هناك أشخاص محسوبين على بعض الدول و إن لم يكن يعني تخيل أنه داخل إسرائيل اليهودي الروسي مميز عن اليهودي الألماني واليهودي البريطاني إما هم إسرائيل مزدوجية جنسية هم يعني يختلفون ويتكلمون مع بعضهم من بعض يعني أنا يهودي وأنا يهودي عراقي أنا يهودي مصري يعني هناك يهودي مصريين كانوا عايشين في مصر ما قبل الـ 48 و يقول لك أنا يهودي مصري دول الناس اللي كانوا في المنطقة العربية من العراق وفي المغرب وفي مصر دول اليهود اللي هما بقد ما بيعملوش مشاكل هما بيطلعوا هما دائما متوازنين لكن اليهود اللي جاءوا من كيان قائم على العنصرية حتى من أوروبا هم أكثر تشدد وخاصة اليهود الألمان يعني هم الأكثر تطرفا هم الأكثر وحشية هم الأكثر لكن اليهود الذين كانوا عايشين مع العرب وكانوا عايشين في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل فكانوا يتعاملوا وهم يعني في دياناتهم وفي التوراة بتاعتهم بيقولوا أنه يعني إحنا لا يوجد دولة لإسرائيل هي أرض أرض الله هي أرض لكل البشر وأحنا خلقنا اللي نعبد الله أعتقد بيطلق عليهم الحرديم وهم بيواجهوا قمع كبير جدا في داخل إسرائيلي أيضا نعم هم يعني هم لكن هم لا يدخلوا في الجيش الإسرائيلي لكن هم ليسوا قوة ليسوا بالقوة يعني ضاغطة على على الفكر الإسرائيلي أو على صاحب السيادة الذي يتحكم في المشهد فهم يعني يرفعون الأعلام الفلسطينية ولا يشتركون في 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 انتخابات ولا يشتركون في 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 دخول أبناهم إلى 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 المؤسسة العسكرية فإسرائيل لديها لديها خلط في الأوراق في هذا الوضع طيب حضرتك شايف التصعيد من قبل قوات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة ما بعد انقضاء الهدنة هل ده في مصلحة المحتجزين خصوة أن المقاومة أعلنت في السابق أنه نتيجة القصف قتل عدد كبير من المحتجزين لدى المقاومة لا هو إسرائيل تريد أو الجيش الإسرائيلي يريد أن يفش غله يعني بالعربي يريد أن يعني يقتل أكثر من الفلسطينيين هو يعلم أنه لا لا إمكانية لإطلاق صراح أسراح إلا من خلال التفاوض وحماس يعني والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل أبدعت في احتجاز الرهائن وموجودين في مناطق صحيح وصلتهم بعض يعني في هناك قتلة موجودين من الرهائن الإسرائيلية وإسرائيل رفضت التبادل لأنه هناك مقابر جماعية لدى الاحتلال الإسرائيلي هناك يعني أشخاص فلسطينيين قتلوا منذ أربعين وخمسين عام ومحكم عليهم فهم في مقابر موجودين فتريد حماس تبادل أيضا في موضوع أو حركات المقاومة تريد التبادل في موضوع المحتجزين الأموات أيضا غير الأحياء وإسرائيل الآلة الإسرائيلية هي التي قتلتهم ليس حماس هي الآلة الإسرائيلية هي التي قتلت المحتجزين الموجودين لدى حماس بعد السابع من أكتوبر بسبب قصفها الجوي والبر والبحري فإسرائيل تعلم جيدا أنه لا يمكن إطلاق صراح رهينة إسرائيلية بدون التفاوض موضوع العنف موضوع العربدة موضوع البطش موضوع البلطجة على الشعب الفلسطيني الأعزل المدني لا يوجد نتيجة ولا يمكن أن يغير الفكر الفلسطيني بالنزوح الفكر الفلسطيني هو ثابت وصامد وصابر على أرضه لا يمكن أن يخرج من فلسطين إلا بخروج روحه هكذا المشهد في فلسطين هكذا هو الصمود هكذا هو المشهد في فلسطين في الوقت الحالي رغم كل رغم كل المضايقات رغم كل الضغطات الموجودة على الشعب الفلسطيني لا يوجد مقومات أبناهم غير مؤتمنين إلا أنهم صابرين وصامدين على الأرض ترى المشهد مشين وغير آدمي ويتكلمون وفي الصورة الأخرى تشاهد أطفال يلعبون رغم القصف وأنهم في يعني فهناك الحياة مستمرة رغم كل أشكال العدوان فإسرائيل لا يمكن أن تنهي المقاومة الفلسطينية بالقوة تنهي العدوان وتبدأ في عملية تفاوض مع كل الأطراف من أجل إنهاء الاحتلال وحل الدولتين وهذا مطلب دولي وشعبي وعالمي نريد الضغط عليه باتجاه إسرائيل لإنهاء هذا العدوان والشروع في تسوية وهذا أفضل فرصة كمان لكن إسرائيل في الحقيقة في موضوع التسوية هي في تجارب من السبعة وثمانية من مدريد من بعد انتفاض الثانية أو الانتفاض الأول عفوا بدأت مشاريع التسوية وصولا إلى مدريد واحدة وتسعين والتفاوض في أوسلو وثلاثة وتسعين والدخول في مشاريع التسوية لم تحقق التسوية الكثير صحيح لها إيجابيات ولها سلبيات لكن لم تحقق التسوية ولم تحقق الأمن لإسرائيل أيضا يعني مشاريع التسوية لم تحقق لأنها كانت تفرض شروطها وتعرقل في كل مرحلة من مراحل عملية المبادرات التي أطلقت من الدول العربية والعالمية في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وشروع في تسوية دائمة ومستدامة لحل القضية الفلسطينية وأن هذا الشعب يعني لا يوجد دولة في العالم محتلة سوى فلسطين يعني تخيل نحن في عام داخلين على عام 2024 صحيح لا يوجد بشر ولا مجموعة بشرية في أي بقعة في العالم في هذه الكرة الأرضية محتلة سوى فلسطين فكيف هذا العالم يتكلم بالدموقراطية والحرية والإنسانية وهذه الدول التي قامت على هذا الأساس وفي النهاية يوجد شعب متحد يقتل يوميا لموافقتهم كمان نعم مشاهد تم تغيير الرأي العالمي بعد الضغط الشعبي عليهم يعني حكومات تغيرت صحيح تغيرت بعد الضغط الشعبي بعد ما رأوا تغيرت النبرة بشكل كبير لكن برضو لكن على أرض الواقع لو نتكلم بتدخل فعلي كما كانت تدخل وقت موافقتهم ودعمهم لقيان الإسرائيلي ما نعتقد لم نشاهد هو في بداية 7 أكتوبر الاتحاد الأوروبي أعلن بوقف المساعدات ووقف المساعدات للشعب الفضل ثم بدأ بالتراجع لأنه بدأ يرى المشهد على حقيقته إسرائيل عتمت وإسرائيل حينما صورت المشهد بعد 7 أكتوبر صورته بالموضوع المسيح والموضوع اليهودي وجالوت وغيره من العبارات الدنيا حتى بن يمين نتنياو خاطب الشعب الإسرائيلي بالتوراة الإسرائيلية بكلمات من التوراة الإسرائيلية وهذه حرب أعتقدها نتنياو أنها حرب عقائدية ونحن الناس متهدين وبالتالي يجب دعمنا ومساندتنا وفي الحقيقة كانت أوروبا وأمريكا واهمين في موضوع إسرائيل لأن أمريكا وأوروبا خسرت المعركة في أوكرانيا وأصبح في ضغط فأسرائيل تلهم أنا الموجود أنا البديل لأوكرانيا هعمل لكم خط مائي وبر وأقتصادي والذي خسرته في أوكرانيا موجود عندي وأنا هعمل اتفقيات تطبيع وسلام مع بعض الدول العربية ونعمل اللي أنتم عايزينه ما تقلقوش فده رأى أنه إسرائيل يعني كاذبة وواهمة إسرائيل في الثمانية وأربعين لما قامت الدولة كانت إسرائيل كانت بريطانيا منتدب على فلسطين ووعد بولفور جاء في عام ألف وتسعمية وسبعة عشر تخيلي في عام ثمانية وأربعين في خمسة عشر مايو لما أقامت الدولة الإسرائيلية اليهود عملوا ألبوا على بريطانيا فكروا المقرات العسكرية البريطانية يعني إسرائيل هي عرفة آسف أمريكا وبريطانيا وأوروبا عارفين أنه إسرائيل لما تتمكن حتى كلهم وليس ستبص لهم يعني الفرنسيين طردوا الإسرائيليين وقتلوهم هو هيرتز الموكان في فرنسا ولماذا أأسس لماذا أأسس صحيولية نعم لماذا أأسس صحيولية هم الطهد في أوروبا ألمانيا قتلت اليهود فبالتالي اليهود هم عارفين في قرارة نفسهم أننا أنقى شعب خلقه الله وإحنا لازم نقاتل بهذه الفكرة وأن هذه الأرض جميعها لنا ونمتلكها وبالتالي لا يوجد سريعا جدا دكتور رؤيتك لمصير العلاقات الإسرائيلية بعدما كانت بتشهد إلى حد ما تطبيع مع بعض الدول العربية مصير إسرائيل بعد الحرب يعني هناك مراجعات حقيقية من بعض الدول العربية وخاصة التطبيع الذي كانت ترأسه أمريكا مع سعودية وإسرائيل من أجل التطبيع لكن حرب 7 أكتور متأكد يكون اختلاف في المشهد خلال الفترة طبعا هناك شكرا جزيلا دكتور جميل عادي الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني شكرا لك